28-6 كان بدأ الاعتصام 36 حصل المظاهرات للطرف الآخر في يوم 2-7 حصل الاعلان بتاع المجلس العسكري الانذار الأخير و 3-7 أعلنوا الانقلاب وإطاحة برئيس مرسي 8-7 كان وقتها الاعتصام شغال وكان لسه لمضان ما بدأش كانت قيادات الاعتصام ترى أن ربما مع بداية رمضان يتم فضل الاعتصام ومحاولة الوصول إلى حلول أخرى ده التوقع حصل 8-7 شيء غريب جدا وهو الناس كانت معتصمة حاولين الحرس الجمهوري ظنا أن الرئيس مرسي داخل الحرس الجمهوري اللي حين عرفناه بعد كده هوت أن الدكتور مرسي تم نقله من الحرس الجمهوري إلى القاعدة البحرية في وسط البحر فبؤير في اسكندرية يوم 5-7 يعني ما كانش الدكتور مرسي 8-7 موجود ومع ذلك أثناء صلاة الفجر وده يفكرك باللي حصل في مدرسة التابعين أثناء صلاة الفجر بدأ إطلاق النار على الرجال والنساء والأطفال اللي بيصالوا الفجر حوالين الحرس الجمهوري وقتل ما يقرب من خمسة وستين رجل وامرأة هذا الكلام في الثامن من 8-7 8 يوليو مع أن الدكتور مرسي مش موجود عفيش أي تهديد ما في مبرر ما في مبرر نرجع على نفس فكرة هو الأسف درس لهذه أشياء وقتها بقى في التزام أدبي وأخلاقي لدى جمهور المعتصمين احنا عندنا في خمسة وستين واحد قتلوا واستشهدوا وهم يدافعون عن حريتهم وعن استرجاع حرية البلد وعن عدم ضياع ثورة 25 يناير إزاي احنا بقى نروح عشان رمضان جاي وللأسف الشديد كان هناك قيادة الاعتصام بالقدرات الخاصة مع قيادات كثيرة من القيادات السياسية عشان كانت بدأ بقى يحصل لها اعتقال أو غير موجودة أو كده ما كانتش قادرة تواجه الجموع وان هي تقول طب نفض الاعتصام يا جماعة واستجابوا لي رغبات الجمهور وده عشان كده بعد كده برضو كان أحد الأخطاء اللي حصلت موضوع الخطاب العنيف أن بعض الشخصيات واللي هي مش سياسية كان بتطلع تتكلم على المنصة بأي كلام وبأي حاجة فالخضوع هذا دي أحد الأخطاء اللي كانت موجودة أنت في القيادة السياسية يجب يكون عندك القدرة أنك تقف وتقول الناس لا يعني كل دايك رؤية حتى وان خالفت رغبة الجمهور وهذا أمر ليس سهل وده اللي احنا تعلمناه من سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هو الصحابة عايزين يكملوا هو شايف لا مش هنكمل يعني كل حتى في صلح الحديبية الكل يعني لا نقول أغلبية كانت ضد الفكرة الكل يريد أن يكمل والنبي عليه الصلاة والسلام وحده ربما هو من يرى ذلك وكما قلت القائد لديه رؤية لديه وسيدنا أبو باكر عمل نفس المشهد مرة أخرى في حروب الرد نعم فده أنت كقيادة يكون عندك قراءة للمشهد فعدم وجود قراءة للمشهد وتحليل المشهد بشكل صحيح ونقص الخبرات طبعا أتمنى أن الآن مش بس الإسلاميين الجميع يكون تعلم وأولهم الشعب المصري عشان أكثر من تضرر مما حدث في ربعة هو الشعب المصري وما زال يعاني حتى للأسف الشداد